مشاهدين مازلنا نتابع مع حضرتكم تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وتحديدا في غزة ولبنان هذو حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي إسرائيل من المضي قدما في إقرار تشريعات تكبح نشاط الوكالة الأممية الأونروا وأشار مفاوض الأونروا فليب لازرني إلى أن التشريع الخاص بإنهاء عمليات الوكالة يتحدى إرادة المجتمع الدولي المعبر عنها من خلال قرار الجمعية العامة رقم 302 بشأن الأونروا ويعمق أيضا من الانتهاكات التي أقرتها محكمة العدل الدولية بعد التهديدات الإسرائيلية بوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا باعتبارها هدف حرب حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي إسرائيل من المضي قدما في إقرار تشريعات تكبح نشاط الوكالة الأممية فليب لازرني مفوض الأونروا أشار إلى أن التشريع الخاص بإنهاء عمليات الوكالة يتحدى إرادة المجتمع الدولي المعبر عنها من خلال قرار الجمعية العامة رقم 302 بشأن الأونروا ويعمق الانتهاكات التي أقرتها محكمة العدل الدولية مشاريع القوانين في الكنيسة المصممة لحرمان أونروا من الحصانة وتفكيك الوكالة من شأنها أن تشكل سابقة خطيرة لحالة الصرع الأخرى الفشل في التصدي لها سيؤدي في نهاية المطاف إلى المساس بالعمل الإنساني وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم إلى متى سيتسامح مجلس الأمن مع الأفعال التي تضرب قلب التعددية وتهدد السلام والأمن الدوليين؟ أما مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة لندى توماس جرينفيلد فقالت إن الولايات المتحدة تتابع بقلق عميق المقترح التشريعي الإسرائيلي الذي قد يغير الوضع القانوني للأنوروا من جانبه قال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الهجمات غير المسبوقة من إسرائيل ضد الأمم المتحدة والأنوروا يجب أن تفهم في سياق هجماتها على الشعب الفلسطيني الهجمات غير المسبوقة من إسرائيل ضد الأمم المتحدة والأنوروا يجب أن تفهم في سياق هجمتها على الشعب الفلسطيني إذا كان هدف إسرائيل هو يجعل غزة غير قابلة للعيش فعليها أن تهاجم العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في الغزة على الأنوروا ومع استمرار دعوة المجتمع الدولي إسرائيل إلى احترام عمل الأونوروة وحماية موظف الوكالة، وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي الكنست على مشروعي قانونين يهدفان إلى إنهاء أنشطة وكالة الأونوروة في خطوة من شأنها أن تزيد من حدة معاناة الشعب الفلسطيني.